المفتاح السادس الحفظ المسألة الأولى حفظ الصنة أمنية كل مسلم حفظ الصنة مطلب وأمنية لكل مسلم لا لذات الحفظ ولا ليقال حافظ وإنما لأجل النجاة والنجاح في الحياة لأجل أن تكون السنة حاضرة في القلب تسعفك بالجواب في كل خطوة تخطوها في حياتك كلما أصبحت أو أمسيت بحيث يكون العلم بالسنة حاضرا على مدار الساعة في قلبك يسعفك باتخاذ القرار الصحيح ويمدك بالجواب في كل نازلة فمتى كان أفراد الأمة بمثل هذا الحضور وتلك القوة العلمية فلتبشر بالنصر والتمكين ورفع الذل والصغار عنها أما إن كان لا هم لأفرادها إلا قراءة المجلات والجرائد ومتابعة القنوات والبرامج ومجالس الترفيه والتسلية فأن لأمة هذا حالها أن تحقق نصرا أو ترفع ذلا وصغارا لقد كان السلف يحافظون على حزبهم من السنة كما يحافظون على حزبهم من القرآن وكان الهدف من ذلك حياة القلب وصحة النفس والنجاح في الحياة المسألة الثانية حفظ السنة وتطوير الذات إنه بقدر ما تحفظ من سنة النبي صلى الله عليه وسلم بقدر ما يحصل في حياتك من تغيير وتطوير فابدأ الرحلة من الآن احفظ الحديث الأول ثم الثاني ثم الثالث وبعد مدة راقب كيف تؤثر في حياتك كيف يتغير تفكيرك ومنطقك وكلامك كيف يدخل النور والهدى إلى قلبك إن الإحساس بهذا الشعور سيدفعك إلى الانطلاق في الحفظ والنشاط فيه لكن عليك بالتأني واستحضار أهداف قراءة وحفظ السنة وقواعد الحفظ التربوي ليكون سيرك متزناً وخطواتك ثابتةً ونتائج عملك سريعة إن حفظ السنة هو المنهج والطريق الصحيح لتغيير الإنسان وتطويره على أسس قوية وقواعد راسخة لا تهزها الصعاب ولا توهنها الشدائد ولكن أكثر الناس عنها غافلون المسألة الثالثة مشروع حفظ وفقه السنة للجميع من أجل تيسير حفظ وفقه السنة وتقريبه لكل المسلمين مهما اختلفت أعمارهم أو تخصصاتهم أو اهتماماتهم أو قدراتهم فقد رسمت طريقاً يسلكه كل من أراد الدخول في هذا المشروع العظيم من مشاريع الحياة وسميته مشروع حفظ وفقه السنة للجميع وهذا عنوان لكتاب مستقل للتعريف بهذا المشروع وبيان أهدافه وأسسه وفروعه والجانب الذي يخص حفظ السنة يتمثل في معجم السنة التربوي والذي يستطيع الجميع ابتداء السير فيه ثم بعد ذلك تتفاوت الهمم والقدرات فكل يصل فيه إلى ما تيسر له وهو ينوي السير حتى النهاية فإن أمكنه ذلك فالحمد لله على منته وفضله وإلا فهو مأجور على نيته الصادقة وله من الأجر والثواب مثل أجر من وصل الغاية وبلغ النهاية حتى وإن كانت هذه النية لم تأتي إلا في سنوات العمر الأخيرة ففضل الله عز وجل عظيم ورحمته واسعة تنبيه كان الحفظ التربوي أحد مسائل هذا المفتاح لكن رأيت أن أفرده برسالة مستقلة لأن تفصيل الكلام فيه خروج عن مضمون هذا المفتاح ولأن الحفظ التربوي ليس خاصا بالقرآن والسنة بل هو أداة يمكن تطبيقها على مجالات تربوية متعددة من ذلك تعلم اللغات وحفظ المتون العلمية من منظوم ومنثور وكذلك في الإدارة والاقتصاد علما بأن خلاصة الجانب العملي منه هو المذكور في مفتاح تدبر القرآن ومضمون بقية الرسالة في بيان أهميته وشدة الحاجة إليه وقواعده وتطبيقاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر